استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة ضيوف مصر الكرام الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهلة مملكة البحرين والملك عبدالله ثاني بن الحسين عاهلة المملكة الاردنية الهاشمية والشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء العالمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعة التي تهدف إلى ترصيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعيدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تعتلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوية عددا من القضاية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها اشتركوا في القناة